السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن الحقوق المتبادلة اعطوا كل ذي حق حقه اعطوا كل ذي حق حقه هذه القاعدة يقررها ربنا عز وجل في كتابه العزيز حينما يقول ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ما معنى البخس البخس هو النقص قد يكون في السلع بان نعيبها او نزهد فيها او نخادع في القيمة وقد يكون هذا البخس في الاحتيال في ان نزيد في المكيال او ننقص منه كل هذا البخس يكون في مسألة المعاملات المالية وفيه اكل لاموال الناس بالباطل وهذا محرم فالبائع الباخس وهد فيه زيغ عن الاستقامة في الكيل والميزان بالقست هذا ما يسمى بالبخس والآية التي ذكرناها ايها الاحب الكرام هي جزء من قول نبي الله شعيب عليه السلام نبي الله شعيب حينما بعث في قومه قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين سيدنا شعيب جاء في قوم كانت من ابرز ذنوبهم هو الغش في الميزان والتلاعب في الحقوق كانوا هم من يشتري يأخذون حقا كاملا ويزد فيه فان كانوا هم من البائعين غشوا في الموازين واكلوا حق الناس لهذا ربنا قال لهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي لا تنقصوا الناس شيئا من حقوقهم ولكن اذا كانت الآية هي مرتبطة بالميزان والكيل والبيع والشراء لكن يمكن تعميم المعنى المقاصدي للآية فالمقصود من البخص هو اي انسان نقلل من شأنه مش فقط غير البضائع والميزان والكيل والبيع والشراء لا ولا تبخس الناس اشياءهم اي اي انسان عند قيمته الاخلاقية والتربوية والمعنوية لا ينبغي ابدا ان نقلل من قيمة هؤلاء الناس لان البعض من الناس يحلو لهم ان يهاجموا الاخرين ويسلبوا حقوقهم المادية والمعنوية وبالتالي دائما يحبون ان يستحودوا على القيمة المالية والمعنوية وعكس البخس ما هو هو الانصف ان تكون منصفا ان تنصف الناس بالكلمة وبالفعل ان تقف من الامور والاشخاص موقفا العادل على قدر استطاعتك لا تضي حق غيرك فتقلل من قيمته ولا تنافقه وتعطيه اكثر مما يستحق هذا السلوك يحتاج الى عزم والى قوة ايمان والى فهم وذكاء وادرك ربنا عز وجل لماذا خلق الناس خلق الناس لكي يصنعوا مجتمعا مجتمع متكامل يعملون وينتجون وفي هذا المجتمع هناك معاملات بين الناس هناك مصالح وهناك ارتباطات وهناك معاملات فلابد للانسان ان يظهر السلوكيات الطيبة ويحذر من الرديئة لان الذي يستعمل الرديء يعرف بين الناس بانه غشاش والذي يظهر بمواقف نبيلة يعرف بانه عادل والله يحب العدل ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا عن هذا القوم من اهل الشعيب انهم اعتقادهم كان فاسدا وسبب الاعتقاد انعكس على المعاملات لان هناك علاقة وطيضة بين العقيدة وبين المعاملة كلما كانت العقيدة السليمة كانت المعالم معاملة اسلم والعكس صحيح فجاء جاء الامر الالهي بالدعوة بالحكم بالعدل والانصف وبقيت هي وصية خالدة خالدة الى قيام الساعة لانه بالعدل قامت السماوات والارض والله سبحانه وتعالى اوصى رسوله خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقوم امته بالعدل فقال قل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لأعدل بينكم وامرت لأعدل بينكم ان يكون العدل بين الناس وحتى لو كان هؤلاء الناس اعداء لنا حتى انهم لو كانوا مخالفين لنا في العقيدة ومخالفين لنا في التوجه لابد ان نعدل لان ربنا عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شانان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فالعدل يكون مع الاصدقاء ومع الاعداء مع من هم يتفقون معنا في العقيدة ومن يخالفون في ذلك ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة لما كانت احدى الغزوات وجاء بالمرأة المعروفة من قبلة طي سفانة بنت حاتم الطائي جاءوا بها في السبي سبوها كانت قبيلة قبيلة طي داخلت في العراق والصراع مع المسلمين وبعد مدة انتصر المسلمون وجاءوا بالقوم في السبي فلما جاءت هذه المرأة سفانة بنت حاتم الطائي بدأت تتكلم عن ابيها فسأل النبي الكريم من هو ابوها قالوا ابوها هو حاتم الطائي ومن اخلاقه انه كان كريم وكان معطاء فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان اباكي كان على خلق من اخلاق الله كان يحب ما كارم الاخلاق والله ايضا يحب مكارم الاخلاق فقال لها انت وقومك عفون عنكم في السبي رغم انكم كنتم محاربين فتعجبت سفانة بنت حاتم الطائي قتله يا محمد الصراع بين القبائل يقتضي بان القوي يسبئ الضعيف وانت رم انتصرت علينا عفوت عني وعن قومي اكراما لابي اشهد ان هذه اخلاق النبوة اذا كان والدي يطعم البطون الجائعة فانت اعتقت الرقاب فعلمت بانه نبي لانه بالعدل تقوم السماوات والارض وهكذا كان كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم جميعهم كانوا متميزين بالعدل اذا اردنا ايها الاحباب الكرام ان نربط هذا الماضي المشرق من تاريخنا الاسلامي التليد بواقعنا المعاصر نعود الى واقعنا ونرى هذا المشكل مشكل المعاملات بين الناس هل يسودها العدل ام يسودها بخص الحقوق لا يمكن لاحد ان ينكر بان هناك بعض المعاملات التي هي مثل ما كان عند قوم الشعيب من النقص في المكيال وفي الميزان وايضا هناك معاملات نبخص الناس اشياءهم المادية وايضا المعنوية ونحن نقرأ كل يوم ونتابع وسائل الاعلام احداث تقع هنا وهناك محليا ووطنيا ودوليا وجهويا نرى بان الصراع بين البشر هناك من يكيل بميكيالين مرة يكيل بالعدل ومرة بالبخص وهذا منكر في الدين الاسلامي ربنا عز وجل يخبرنا بان البخص هو ليس فقط ما يمس الجانب المالي حتى الجانب المعنوي ايضا فعلى سبيل المثال ان انسان ربما يقف موقفا مشرفا او يقوم بمجهود كبير صالح فلا ينبغي ان نبخس حقه لابد ان نشكره لابد اننا نعطيه قيمته واذا لم نفعل ذلك كان هذا ظلم وفساد في الارض في الارض مثلا كثير منا يختلف احدنا مع شخص اخر من اصدقائه او مع احد من اهل الفضل والخير فاذا غضب عليه اطاح به ونسي جميع حسناته وجميع فضائله واذا تكلم عنه تكلم عنه بعدوة والعياد بالله في حين انه كان المفروض انه ان يقيم العدل ولا يبخص نس اشياء نعم اختلفت معه في هذا ولكن الاصل ان الانسان من الصالحين من الاخيار من الابرار لكن اختلفت معه في هذه النقطة كذلك نجد مثلا بعض المشغلين انهم ربما يبخصون حقوق خدمهم وعمالهم ربما قد يؤخرون رواتبهم ربما انهم يحرمونهم من الارتقاء او يحرمونهم من عطالهم وغير ذلك من الامور هؤلاء ايضا يسمى نوع من البخص في الحقوق وربنا عز وجل نهانا عن ذلك لكن ابرز ما يقع من هذا البخص في حياتنا المعاصرة ما نتابعه اليوم وصار شائعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالقوا بعد مرات معاملات بين الناس بعضهم يبخص حقوق بعض اما فنانين اما رياضيين اما سياسيين اما مصلحين اجتماعيين كالقوا كثير من الناس يبخص بعضهم بعضا بل حتى بين العائلات بين الزوج والزوجة وبين الجيران وغيرهم وهذا كله لا ينبغي ان يكون مثلا في الحياة السياسية كالقوا بعض الناس يتحدثون عن جهاز حكومي ما كانا او عن وزارة من الوزارات ربما وقع فيها اجحاف ولكن حينما نتحدث عنها ربما قد يقع هناك هجوم وبخص للجوانب المشرقة في هذه الادارة او هذه الجهاز لان هذه الناس داروا اعمال خيرة كثيرة جدا ربما فرطوا في حلجانب بسيط لا ينبغي ان نبخصهم كل حقوقهم اي مرفق من المرافق او ادارة من الادارات او وزارة من الوزارات او اي مسؤول من المسؤولين ينبغي ان نكون منصفين لا ينبغي ان يغيب عننا الانصف لابد اننا نحترم هذه القائدة القرآنية ولا تبخص الناس اشياءهم تؤكد على ضرورة الانصف وعدم بخص الناس حقوقهم لان الرقابة قد تكون غير موجودة في واقعنا ولكن هناك رقابة السماء ربنا عز وجل يحاسبنا جميعا عن التصرفات وعن تقييم الاشياء وعن ردود الافعال والحق جل جلاله اردنا اننا ناخد للتوجيه لكي نتعلم منه الورع ونتعلم منه التعفف ونتعلم منه ان نعدل ولو كنا كارهين وان لا نظلم ولو كنا قادرين هكذا يقول العلماء والفقهاء نتعلم من قوله تعالى ولا تبخص الناس اشياءهم ان نعدل ولو كنا كارهين وان لا نظلم ولو كنا قادرين نتعلم منها تأنيب من الله تعالى العباد الذي يدم الغش والغشاشين والخيانة والخائنين والخداع والمخادعين والتلاعب والمتلابعين لهذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يربينا على الإنصاف والعدالة بين الناس وما أحوجنا إلى ذلك لهذا أيها الأحباب الكرام سؤالي لكم ونحن نتكلم عن الإنصاف وعن العذالة وعن عدم البخص في حقوق الناس المادية والمعنوية لا أعلى بعضكم ربما تعرض لأنه لم ينصف إما في الأسرة داخل الأسرة بين الأباء والأبناء ربما أحد الأبناء ربما تم إجحافه وتم إزاحته ولم ينصف من طرف الوالدين مثلا أو قد يكون هذا الأمر بين الزوجين بين المرأة والرجل أحدهما ربما غفلا وتنسا ولم ينصف الآخر وبخص حقه إما أن الزوجة تعمل بالليل والنهار وتشتغل في البيت وتربي الأولاد ولكن لم تسمع كلمة طيبة ولا إنصاف والعكس أو أن الرجل هو الذي يعمل ويتعب ولم يجد تقدير بل وجد بخصا لنفسه أو داخل العمل إنسان في العمل دياله ربما يعمل كثيرا ويجتهد كثيرا ولم يجد إنصافا أو وجد بخصا وهكذا في الحياة العامة هي كثيرة في العمل الصحفي والعمل الحكومي والعمل النقابي وغيرها من شؤون الحياة نريد الهدف من هذا الموضوع أننا نربي أنفسنا ونغرس فينا قيم إنسانية عادلة نغرس أننا لا نظلم ولو كنا قادرين وأننا نعدل ولو كنا مخالفين وهذا يجعل قيمة العبد ترتقي عند الرحمن الله تعالى يعلي من درجة العبد إذا كان عادلا وإذا كان لا يبخص الناس أشياءهم وإذا كان لا يعيث في الأرض فسادا فكلنا آذان صاغية وقلوب وعية أيها الأحباب الكرام للاستماع إلى تجاربكم في الحياة وكيف نوطن أنفسنا ونربي أنفسنا على أن نتخلق بهذه الأخلاق الكريمة التي نحدث في مجتمعنا في أمس الحاجة إليها حتى نبني مجتمع العدل والإنصاف والمواطنة الحق المبنية على المحبة والإحترام والتقدير للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنشاهدة